في التباين أولا في مجلس الحرب والثلاثي يعني جانس يعني غالانت نتنياهو غالانت هو جانس أقرب لبعض والبعض من نتنياهو في موقفهم ما يدور في الميدان موقف الجيش يقول بأنه في إمكانية الاستمرار بالحرب صحيح ولكن لا يمكن تحرير الأسرة إلا بعملية التبادل هذا موقف الجيش واضح جدا من خلال يعني المحلين العسكريين والأمنين والذين خدموا بالاحتياط والآن هم يقولوا إمكانية الفراج عن الأسرة أصبحت شبه مستحيلة وتاريخ الفلسطيني مع الأسرة لا أحد يتم إلا بالتبادل لا أحد تم تحريره ولم يحرروا شخصا واحدا منذ 73 يوم حتى الذي قالوا عنها تم تحريرها هي عملية ليست عسكرية ولم تكن هي بين أيدي لا القسام ولا الجهاد ولا أي فصيل من الفصائل الجانب الأهم من ذلك أنه في حالة ارتباك وتناقض في التصريحات ولكن الضغط الداخلي جعل نتنياه أن يتراجع وأرسل رئيس الموساد يلتقي مع وزير خارجية دولة القطر الشقيقة من أجل متابعة هذا الملف لأنه ردق للمطالب الداخلية ويعرف تماما بأنه كلما سقط أحد الأسرة على أيدي الجنود الإسرائيليين أو حتى بالقصف الموجودة هو سيدفع الثمن أكبر والتالي تحولت حتى المجتمع اليهودي من باب الداعم للحرب إلى مرحلة التساؤلات ومن ثم إلى مرحلة التشكيك بإمكانية النجاح ولم تعود هناك ثقة بهذه الحكومة أن توصلهم إلى بر الأمان حتى الثقة في الجيش تراجعت كلها العلمة أنه كانت طاريخيا الجيش محمي من خلال الدعم الشعبي ولذلك هذه الحرب تقولوا أوقفوا الحرب بأي شكل حتى لو كان التبادل كل مقابل الكل وهذه أصوات موجودة حتى شملت رأساء أركان سابقين ورساء حكومة سابقين يعني نحن نعرف براك من أهم العسكريين في جيش الاحتلال وكان رئيس وزراء يقول لا يمكن تحقيق الأهداف التي معلنوا وهذه مستحيل تحقيقها حلوتس كالرئيس الأركان وكالرئيس الجو بالأمس يقول أنه نتانياهو بقدنا إلى طريق مزدود وبالتالي يجب الإفراج عن أسرى من خلال عملية التبادل وهناك إجماع أصبح اليوم بالشارع أنه التبادل يجب أن نتم ولكن الكتلة الصلبة في الجمهور نتانياهو والتي هي مستوطنين متدينين لديها رغبة بالاستمرار بالحرب حتى نقل الحرب إلى الضفة الفلسطينية ونحن اليوم لدينا ثلاث شهداء بطول كرم وعندنا 295 شهيد منذ 17 حتى الآن بالضفة الفلسطينية المهم لنا نتانياهو أن يستمر بالحرب أطول فترة ممكنة لكي يحقق إجازة ما بين المزدوجين حتى يضر بالصورة بأنه يحقق الأمن ولم يوصل إلى تحقيق الأمن الآن انخفض بمستوى الأهداف من اجتثاث حركة حماس والإفراج عن الأسرة دون مقابل إلى اغتيال قيادات في حركة حماس وأعتقد أن هذه الاغتيالات الشعب الفلسطيني تعاول عليها بكافة حركاته السياسية تداء من حركة فتح ثلاثة لجنة المركزية شهداء وحركة حماس والجبه الشعبية وبقية الفصائل بما فيها حركة حماس قدمت الشيخ أحمد ياسين والرانتيسي والمقادمة والشيخ سلاح الشحادي بمعنى أنه لا يمكن إنهاء حركة سياسية عقائدية من خلال اغتيال مجموعة من القيادات لأنه ستكرش قيادات قد تكون أشدة ضراوة مما هم موجودين الآن